احنا النهاردة يا حضرات منورانا الدكتورة دينا ابو سعود عشان تكلمنا في الموضوع اللي يعتبر هو الاهم في الوقت اللي احنا فيه ده مسألة تقوية المناعة وده مليان تفاصيل كتير حنحب نعرفها منك دكتورة دينا صباح رفول عليك وهلا بيك معنا زكا كريم أخبرك يا كله تمام الحمد لله كله حلو الحمد لله المناعة اللي طول عمرها مهمة بس في الزمن اللي احنا فيه ده ونتيجة كتر الفيروسات والمستجدات والمتحورات بقت في منتهى الاهمية فنعمل ايه فعلا عشان مش بس نخفز على مناعتنا نخفز عليها وندعمها ونقويها طبعا موضوع المناعة ده موضوع مهم جدا ولازم كلنا بلا استثناء نعرف نقوي منعتنا من جميع الأعمار ستات رجالة شباب سن كبير كلنا لازم نقوي منعتنا كل يوم فيروس بيطلع كل يوم متحور بيطلع كل يوم فطريات لو انا مناعتي مش قوية هتستقدر تستحوز علي ازاي نقدر نقوي منعتنا بحاجات كتير اولا الحركة بتموي المناعة الرياضة بتقوي المناعة عندي الاكل الصحي الي مليان الزيتامينات زي فيتامين سي multiplayer هو بزي البرتقال والسترس والحاجات الزيتوم tecnog والجوافة والحاجات دي كلها بتقوي المناعة البروتينات بتقوي المناعة لان البروتينات او اللحوم التي فيها فيتامين بي بتقدر تقوي المناعة شرب المية بكثرة يقوي المناعة أو شرب المية مش بكثرة المية الكافية اللي هو مدين ونصر تلاتة لتر في اليوم بيقدر يقوي المناعة النوم بالليل والنوم تمن ساعات في اليوم ليلا كل ده بيقوي المناعة مع ألب مالتي فيت أو مع المالتي فيتومين اللي كل مرة بتكلم عنه المرخص من هيئة سلامة الغذاء الآمن لجميع الأعمار والآمن لأصحاب الأمراض المزمنة اللي جوا 13 فيتامين وعنصر هو إي أل بي مالتي فيت أكيد برشحه وبقوة لمناعة قوية والصحة قوية والدعم التمثيل الغذائي والعظم كمان لأنه بيحتوي على الكالسيم يعني المناعة من أهم أسلحة تقويتها الفيتامينز طبعا طبعا أكيد الفيتامينز وإننا لا أكثر من المضادات الحيوية يعني المضادات الحيوية دي بتتاخد عند اللزوم فقط يعني ممكن أن حد عنده شوية برق عيشة بيها وعيشة بالمسكنات وهي ما عندهش على فكر ما عندهش عندها ألم بس كونسبت أن أنا بأخذ مسكن كده من غير ألام أساسا فكل الحاجات دي خطر جدا وكمية السكريات وكل مرة أقول السكر اللي ما بتعملهش مونيتر السكر اللي بناخد بقى 3-4 معالي سكر عشان دلوقتي بعدها القهوة وبعدها حاجة حلوة وبعدها رز بلبن وبعد كل الحاجات دي من غير مونيتر أكيد السكريات بتهد المناعة ومحدش ياخد أدوية من الكورتيزونات أو مشتقات الكورتيزون غير باستشار الطبيب أكيد ورغباطة الهورمونز عندي أكيد بتهد المناعة كل الحاجات دي الفيتامينز بيفيد المناعة بأي شكل؟ بيفيد المناعة جدا لأن أهم فيتامين ومعدن للمناعة الزنك وفيتامين سي الاتنين دول مهمين جدا المناعة أنا عندي الأعلى تركيز في الزنك زي ما مكتوب عندي أنه أعلى تركيز في الزنك طبعا الزنك مهم جدا للمناعة بلاس طاقة بلاس ذكورة بلاس طبعا جمال الشعر والبشرة بيخوي المناعة لأنه بيحتوي على مزيج من فيتامين سي 500 ميلي جرام تركيز عالي وحلو ومعدن الزنك عندي بقى أقل مست 24 ميلي جرام طبعا اللي بيميز كمان ألب مالتي فيت انه غني بمجموعة فيتامين بيه الكاملة وده صعب انك تلاقيه في أي مالتي فيتامين آخر إكسبت ألب مالتي فيت هو دايما ليه فيتامين بي تحسيه نجم كده في وسط بقية الفيتامين عشان فيتامين بي مهم جدا للحياة ومهم طبعا كل الفيتامين مهم مشمعنى هو اللي دايما عليك كل كل الفيتامين بي لها شك مهمة لكن فيتامين بي هتلاقي دكتور الغودة السماء أو دكتور البطنة لو عنده مريض عنده سكر دايركت يقوله فيتامين بي لأن مريض السكر طول الوقت عنده لتهاب في أعصاب فيتامين بي مقوي جدا للأعصاب فيتامين بي الأهم لدعم التمثيل الغذائي وكذا مرة اتكلمت على أهمية سرعة الأيد وأهمية الموتابوليزم بتاع جسمنا عشان الحياة عمتا دعم التمثيل الغذائي إن أنا زي عرف لما أكل الأكل دا يقدر يتحول لطاقة ومش بكلم عن التقاط اللي هي الحركة أنا بكلم على كل التقاط جسمي نقل الهورمونات في جسمي كل من الغدد للمستقبلاتها في الخلايا محتاجة تمثيل غذائي وده اللي بيعمله فيتامين بي طرد السموم من الجسم محتاج تمثيل غذائي الحركة معاك وأنا بكلم وباخد نفسي ده محتاج طاقة يعني كل يوم أنا النفس ده بيطلع لي سعرات حرارية مهم وأنا نايمة في وقت الراحة النفس بيطلع سعرات حرارية النفس بيطلع لازم طاقة يعني لازم أستهلك سعرات حرارية عشان أعرف يعني لازم يبقى أفهمك إزاي ده حاجة اسمها التقاط خفية فالتقاط الخفية محتاجين لها يعني أنا مثلا عملية الهضم أنا بحسش أنت ما بتحسش بعملية الهضم لكن عملية الهضم محتاجين أن احنا نحرأ سعرات حرارية علشان يحصل عملية الهضم ده عملية معقدة وصعبة جدا وعملية نقل الهرمونات أنا ما بحسش بيها ونقل الأكسوجين من الرئة للخلايا كل الحاجات دي محتاجة سعرات حرارية أكيد أكيد وده اللي بيعملوا فيتامين بي طبعا عندي كمان داخل ألب مالتي فيت زي ما قلت لك الزنك والنحاس مع بعض ده مهمين جدا وعندي داخل ألب مالتي فيت الكالسيوم الكالسيوم مهم لدعم عظمي لدعم الغضاريف لدعم سناني والانقباض عضلة القلب وانقباض العضلات كلها محتاجة على فكرة الكالسيوم كمان ودعم دوافري أكيد هل المكملات الغذائية حاجة زيب الله واحد منكلم على القلب مالتي فيت بصفة خاصة هل بيزود الوزن يعني لو في حد عنده مشكلة مثلا مش وصلة معه لمرحلة سمنة بس يعني وزنه زي الحبتين لو خدوا ده بيزود الوزن بتاعه ولا مالوش حرارة فيه ناس بتقول ان الفيتامينات بتزود الوزن هي الفيتامينات بتدعم الصحة النفسية مش بتزود الوزن لكن لما بتيجي ندعم الصحة النفسية فممكن الناس تقعد تاكل 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 ممكن وقتها يزيد الوزن لكن هو ما بيزيدش الوزن هو بيدعم الصحة النفسية وبيدعم الطاقة وبعدين قلب مالتي فيت فيتامين سي ده أصلا بيحرق للدهون يعني هو غير ان هو بيدعم لي نسبة الحديد في الدم بيدعم لي جمال البشرة والشعر بيشتغل كمضاد أكسادها وبيحارك للدون كمان. لكن هو الفيتامينات ليست فاتحها لشهية.